نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الانتهاء من 90% من المشروعات المستهدة في تنفيذها للمبادرة بمدينة الفرفرة بمحافظة الوادي الجديد يبلغ إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها 186 مشروعا بإجمالي تكلفة تتجاوز ملياري جنيها وقد شهدت المرحلة الأولى من حياة كريمة بالوادي الجديد تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ 100% في قطاعات كثيرة ومنها الصرف الصحي ومياه الشرب ومراكز الشباب ونقاط الإسعاف والوحدات الصحية ومجمعات الخدمات تم قرب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في قرى مركز الفرفرة وصلت نسبة تنفيذ تقريبا من 96% إلى 98% في كل القطاعات وفي قطاعات في حدود 100% تم الإعداد للمرحلة الثانية في مركز الفرفرة ومركز الخارجة ومركز باريس بإعداد تجهيز المواقع المشروعات وعمل حصر كامل بالخدمات الموجودة والخدمات التي تحتاجها هذه القرى هي بتعادل برامج الحماية الاجتماعية وبتراعي أهلنا في القرى بتحقق لهم المطالب الأساسية اللي بتتمثل في البنية التحتية في القرى وبتتمثل في توفير الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والحياة دي مطالب مهمة جدا لأهلنا في القرى خاصة القرى اللي عانت لسنوات طويلة من نقص هذه الخدمات فالمبادرة مبادرة متسعة بتحقق الكتير من مطالب المواطنين اللي نادوا بيها لسنوات وبتحقق للمواطن المصري حياة كريمة في الريف المصري